إذن انطلقت أعمال المرحلة الثانية من ترميم طريق المخاذب بالمندب تزامنا مع العيد الوطني لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة جزء من جهود المقاومة الوطنية لتحسين جودة الخدمات في مختلف القطاعات بمديريات الساحل الغربي كما القتال دفاع عن الجمهورية يحضر البناء في مسارات عمل المقاومة الوطنية أعلنت تدشين المرحلة الثانية من إصلاح طريق المخاذباب المندب تزامنا مع العيد الوطني الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بتمويل إمارتي يشمل المشروع إعادة صيانة وتأهيل 57 كم بما في ذلك إضافة طبقة إسفلتية جديدة بدلا عن السابقة التي كانت قد تأكلت خلال السنوات الماضية وإضافة عبارات جديدة إلى جانب إصلاح العبارات السابقة المشروع عبارة عن ثلاث ركاز أساسية وهي عمالة عبارة عن قلعة للإسفلت القديم كامل وإضافة طبقة بسكرس وترميم الأكتاف وعبارة صيانة وترميم العبارات ومصارف المياه هذا المشروع له بدلقة أساسية والذي يقول له أنه يخذ الحقم الأكبر من قلعة المشروع هو عمالة عادة الترميم أقل على الإسفلت القديم وعادة طبقة إسفلت سماكة 7 سنتيمتر وإضافة طبقة بسكرس كمان تحت طبقة الإسفلت وتعديل أكتاف وإضافته وقفة عبارات ترميم مصارف المياه تعمل ثلاث شركات على تنفيذ هذا المشروع لإنجازه خلال الفترة المحددة ودخوله إلى الخدمة سريعا لتسهيل سفر المواطنين والتنقل بين مديريات الساحل الغربي والعاصمة المؤقتة عدن ويخضو المشروع أكثر من أربعة ملايين مواطن وسابقا كانت القوات المشتركة أعادت إصلاح 37 كم من الطريق ذاته هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية أوسع للمقاومة الوطنية لتعزيز وإصلاح البنية التحتية في مديريات الساحل الغربي بمختلف القطاعات والنقل في المقدمة فهنا في خط المخى تعز تواصل ثلاث شركات إنجاز المرحلة الثانية من المشروع تمويل إماراتي في شق وسفلتة 37 كم من الطريق الحيوي وعرض 20 مترا بعد استكمال المرحلة الأولى التي شملت شق طريق الكدحة الفيرين بطول 14 كم ودخوله الخدمة أواخر مايو الماضي لكسر الحصار الذي تفرضه ميليشي الحوث الإرهابية على مدينة تعز للعام العاشر على التوالي إنجاز جديد إذن تستقبل به المقاومة الوطنية العيدة الوطنية للثورة المجيدة ويضاف إلى سلة إنجازات سابقة عديدة في قطاعة النقل والصحة والتعليم والكهرباء وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح إن هذا الطريق هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي يدشنها مواكبة لذكرى الثورة والجمهورية في 26 سبتمبر تمسكا بأهداف الثورة والتزاما بخدمة مواطنيها